موسيقى مشاهدي سبوتشوت أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج وجهة نظار ضيفي اليوم الصحافي والكاتب الاقتصادي مونير يونس أهلا وسهلا فيك أهلا يا مرحبا يعني دخل الاستحقاق الرئاسي منعطف جديد رسميا بعد ما دخلت أمريكا على خط الحملة المطالبة بانتخاب وتسريع انتخاب رئيس الجمهورية ما معلوماتك بشأن العقوبات التي هددت أمريكا بفرض على السياسيين اللبنانيين وأولا نبيه بره نعم هذا بذكرني بقبل السحسوح وبعد السحسوح هتبلش تبين بالأيام اللي جاية تصريحات مختلفة عما كنا نسمعه من تشنج ومن تشبث عند الله اليوم هيبدأ الموضوع من أنه مجلس النواب سيفتح لانتخاب أو تفتح جلسات لانتخاب رئيس الجمهورية نحن أمام منعطف يؤسف أنه يكون المنعطف تهديد أمريكي ولكن تعودوا الزعماء في لبنان على البهدلة وعلى أنه يكونوا عملاء وأنه يكونوا منبطحين أمام التهديدات الخارجية فبالتالي كان يفترض أنه اللبنانيين نفسهم يتفاهموا بالحد الأدمى ولكن يبدوا ما عمين فعماعهم إلا العصى والجزرة وبلشت العصى تيجي من الجهة الأمريكية واللي هي بتخوفهم أكتر شيء اليوم التهديد بفرض عقوبات على رئيس نبيه بري رأس مجلس النواب ومن يملك مفتاح المجلس النواب بماذا يعني ذلك؟ يعني أنه لازم يعجل أنه يفتح المجلس للانتخاب ويترك اللعبة الديمقراطية تسير كما يجب أن تسير وما فيه يظله متمسك بمفتاح المجلس كما دائما ونحن يعني مر فترات كتير كان رئيس المجلس يتعنت ويقفل المجلس فترة أقفل وأكثر من سنة ونص أو سنتين فهذه اللعبة يفترض أنها توصل لنهايتها لأسباب عديدة أولها الانهيار المقبل يعني نحن قلنا سنتين ثلاثة عم نحكي عن الانهيار ولكن الانهيار المقبل هو أكبر بكتير من اللي شفناه فبالتالي اليوم حتى إذا شفت البيانة الأمريكية طبعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بيحكي عن الاستحاق الدستوري كما بيحكي عن الإصلاحات كما بيحكي عن صندوق النقد الدولي كما بيشير لتخلي الأمريكي الواضح والمباشر عن حاكم مصر في لبنان فبالتالي كل هذه شغلات جديدة يعني على اللبنانيين أن يكونوا أمامها طبعا هيجيك اليوم حزب الله يقولك شو دخل الأمريكي وهذا حصار واستكبار كل هذا ما حينفع اليوم في فريق كبير من اللبنانيين بدوا انتخابات رئاسة بدوا حكومة إصلاحية وبدوا حاكم بنك مركز جديد بلش عهد السحاسيح يعني اليوم ورايح في حكي تاني بالسحسوح رح ترح يكون نعم فيه سحسوح حصل والجيس السحسوح بيعرف وحراقب أنت تصريحاته بالأيام الجاية حتعرف قبل السحسوح وبعد السحسوح يعني إذا اليوم فيه ليوني رح نشهدها من قبل رئيس مجلس نوابنا به بره أنه عم نشوف هو متعنت اليوم ترشيح جهاد أزعور نكون ماضحين هو ترشيح غير جدة وترشيح عبثة وترشيح هو مرشح مناورة كما يصفه اليوم يصف ما يصفه هو مش فرقة معي شو بيقول لازم يفتح المجلس لجلسة انتخاب شو بيقول هو نائب هو رئيس كتل وفيه غيره أربع خمس رؤساء كتل آخرين أنه ليش هو بدي يكون بيضة الأبان والمقرر الوحيد يقول اللي بدي يقوله والآخرين يقوله اللي بدي يقوله بس اللعبة الديمقراطية يجب أن تسير كما يجب أن تسير وما في يستمر بإخفاء المجلس كما يعني ماشي الوضع حاليا فبالتالي نحن بمرحلة جديدة عليه فورا أنه يفتح المجلس للانتخاب واليوم كمان كان لافت أنه هذا البيان صدر بعد شهر تماما من البيان الشهير اللي صدر على المزارة الخارجية الأمريكية بمناسبة مرور ست أشهر على كمان تعطيل الانتخابات يمكن الأمريكيين عم يحاولوا يقولوا اليوم أنه بداية من اليوم في حديث آخر لنا معكم يا لبنانيين نعم الأمريكي مثل ما قلت لكم شوي خايف من طبعا باربرا ليف قالتن بقرح أنه يعني تفكك لبنان أو انهياره قائم يعني سيناريو تفكك البلد انهياره وتفككه قائم بالنسبة للأمريكان وقائم بالنسبة للمجتمع الغربي وحتى يعني دول خليجية شايفة هذا الخطر طبعا العصابة اللي ماسكي الحكم بلبنان هي حطة حالة قدام سيناريوهين السيناريو الأول أنه هي تطوع المجتمع الدولي كما تريد أن تطوعوا وباستمراريتها ومصالحها سواء بصندوق النقد أو بغير صندوق النقد أو تروح على تفلط عام وتهدد المجتمع الدولي وبالتالي ندخل في ما يشبه حكم العصابات على المكشوف نحن اليوم بحكم العصابات ولكن حنفوت بحكم العصابات على المكشوف وفي كتير مؤشرات يعني اليوم في خارج السيستم البنكي 10 مليارات دولار كاش ايكونومي هادي فيهن على الأقل 50% تبيض أموال انت اليوم عندك أبنى جباية تاريخية بالرسوم والضرائب يعني تكادلة تساوي الرسوم والضرائب 4 على 5% من الناتج كانت 16-17 يفترض تكون حسب الإصلاحات 25 نحن اليوم على 4-5% شو بيعني هذا الكلام؟ بيعني انه ثروات تجنى من التهرب الضريبي ومن التهريب الجمركي كمان نحن بحكم عصابات اضافة لذلك اليوم ولا حدا من هذه المنظومة بده مسائلة أو محاسبة فبالتالي كل المجتمعين تحت عنوان واحد انهم بدهم يزمطوا منا وينفدوا بريشون كمان نحن بنخاف ان يكونوا متواطئين على حكم عصابات يعني اعطيك مثلا نموذج كيف ممكن يكون من أقصر يمين لأقصر يسار في تواطئ اليوم في بالمجلس النيابي مشروعين مشروع للصندوق الغاز السروي الغازي والنفطية وفي مشروع لصندوق استخدام أصول الدولة الاول صندوق السروي النفطية والغازية عليك خلاف طائف وين بيكون مرتبط بوزارة المال بالبنك المركزي برأسة الحكومة برأسة الجمهورية فهذا في خلاف طائفة الشيعة سننة موارنة وهذا كتير كبير الموضوع بيجي كمان الصندوق الثاني اللي قدموه على مجلس النيابي اللي هو علاقة باستخدام أصول الدولة تحت ذريعة رد الوداعة هذا الصندوق للبنكرجية حتى يقولوا نحنا مش مسؤولين ونحنا ما بنتحمل خسائر وبالتالي بيرموها على الدولة بين استخدام الغاز والنفط وبين أصول الدولة نحنا جايين على صندوقان تخيل مثل الصندوق طبعا تجاربنا مع الصندوق في لبنان شهيرة صندوق الجنوب الإنماء والإعمار المهجرين لآخرين فنفس الطبقة السياسية عم ترجع تطرح صندوقان بحجج مختلفة لرد الودائع ولكن هي عمليا للنهب المنظم إذن اليوم التهديد الأمريكي اليوم بيوجه ليس فقط نبيه بري اليوم من خلف نبيه بري واليوم ممكن رؤساء كتل تانية محددة بالعقوبات بما أنه مطلوب حضور جلسات الانتخاب فبالتالي يعني مثلا قد يكون جنبلات معنى أنه يحضر كتلة التيار معنى هي تحضر ورد كتل آخر الأخرى يعني هلأ لأنه في كلام على أنه إذا مالت الكفة لجهة حدا بيعطل بينسحب أو ما بيحضر أو ما بيأمن النصاب فبيكون هو عام يمارس التعطيل من هذه الجهة أو من هذه الجهة يعني إذا شعرت شعرت بعد الكتل أنه قد تميل كفة فرنجية فحتعطل النصاب والعكس صحيح إذا شعرت كتل أنه حتميل كفة أزعور حتى تعطل النصاب فبالتالي هو كله تعطيل يعني يبدأ الموضوع من عند بر ثم ينتقل إلى رؤساء الكتل فبالتالي وقت بيكون في حديث عن عقوبات قد تشمل أكثر من طرف في استغراب اليوم أنه الطرف الأمريكي بيحكي بالسر أنه أنا بدي قائد الجي جوزيف عون اليوم عم بيسعى لدفش النواب لجلسة فيها مرشحين اليوم سليمان فرنجية وجهاد أزعور هل تتوقع اليوم أنه هذه الجلسة رح تكون حارقة لكل الطرفين أو أنه جهاد أزعور وبيشطب سليمان فرنجية ومروح لخيار آخر اليوم أول شيء أنا كمراقب ومواطن عادي بدي يروحوا على الانتخاب شو بيصير وما يعطلوا وما يسحبوا يأمنوا النصاب في كل الجهة عم تقول أنه هي عندها القدرة أنها توصل مرشحة للرئاسة فليكن إذا ما قدرت لهذا الطرف ولا ذات يفترض نروح على خيار ثالث يعني بيكون أزعور وفرنجية عطلوا بعض أو بيكون ترشيح أزعور أسقط نهائيا ترشيح فرنجية ورحنا على خيار ثالث قد يكون قاعد الجيش بربرة ليف عطت إشارة مهمة بحديثة مبارح عن العقوبات وقالت أنه نسعى مع شركائنا الأوروبيين لتحضير هذه الخطوة هل يعني هذا الأمر أنه إدارة بايدن سحبت البساط من تحت إدارة ماكرون وقالت الأمر ليه في لبنان انتهت المبادرة الفرنسية الرئاسية بعتقد يعني هي على الآخر بعد زيارة البطريارك لباريس أنه تمسك فرنسا بفرنجية لم يعود كما السابق واليوم أنه الفرنسيين مفتحين على خيارات جديدة على أمل أنه ما يكون بالنسبة للفرنسيين ما يكون الرئيس المقبل يتحدى حزب الله يعني في هذه اللازمة الباقي عند الفرنسيين أنه بالنسبة لهم للحفاظ على توازن قوة بحيث ما يهدد الاستقرار يعني ما يهدد الاستقرار فبيفترضوا أنه لازم يكون الرئيس لا يتحدى حزب الله لا اعتبارات هني بيشوفوها إلى علاقة باستقرار للبلد ممكن إذا انطرح اسم تاني غير اسلامان فرنجية يمشو فيه الفرنسيين هنا وقالة يعني الاليزاء لأنه بالآخر هذا شأن داخل لبناني وكل الكلام عن أنه مصالح وكذا أنا مش مقتنع فيه كتير يعني شو المصالح الفرنسية في لبنان متكادلة تساوي واحد بالمية من مصالحهم حول العالم فيه انسجام اليوم بين الموقفين الأمريكي والفرنسي أو فيه عن جد هذا التقارب اليوم فيه تنصيق اليوم بموضوع العقوبات بين الأمريكيين والفرنسيين لكن هل هناك تنصيق موضوع العقوبات على رياض سلامة وعلى يمكن الطبقة المالية المصرفية السياسية في لبنان فيه نوعين نوعين من العقوبات فيه العقوبات الأمريكية اللي هي قرارها يتخذ من الخزانة وهي سهلة وهي غالبا ما تكون يعني عقوبات سياسية أو عقوبات تستهدف جهات أو أو أفراد معينين ويتخذ القرار بالخزانة الأمريكية وسهل يعني إصدار هايك نوع من العقوبات بأوروبا أصعب يفترض أنه الاتحاد الأوروبي بإجماع أعضاؤه يوافق على عقوبات وهي دي قصة يعني مش بالضرورة تكون بسيطة ما يأتي من عقوبات من أمريكا هو مش عقوبات هو اليوم التعويل على القضاء الأوروبي الذي فتح ملف رياض سلامة على مسرعه وهناك مؤشرات على أنه هذا الملف سيستمر وسيفتح يعني حسب تعبير أحد المحامين اللي شافوا الملف بيقول أنه طلع على الملف بيقول فتحنا بابا وإذا بعدة أبواب أمامنا ستفتح يعني أنه في ملفات ضمن الملفات يعني في ملف فوري وثم في ملفات أخرى قد تكون يعني أربعة أو خمسة حسب ما يتم التداول غير فوري تقصد المكتشف اليوم هو أقل بكثير من الحقيقة اليوم في غير شركة فوري ربا على كل من يقول أنه أزمة لبنان ليست 300 مليون دولار فقط أو 330 مليون دولار فقط اللي هي عمولات استحوذت عليها شركة فوري وبالتالي الأخوان سلامة وما يسميهم القضاء الأوروبي عصابة الأشرار اللي طلعت أسمائهم يعني أول شي حتى لو دولار واحد مسروق لازم محاصلة هذه واحدة اثنين يتبين أو سيتبين بالفترة المقبلة أنه فوري هي رأس جبل الجديد أول شي لم تكن الشركة الوحيدة التي تعنى بحصد عمولات من الدين العام أو الأوراق المالية السيادي هناك طبعا كانت سابقا شركة اسمها أوبتيموم وهناك شركات أخرى نحكي عن ثلاث شركات فوري وأوبتيموم وشركة ثالثة بلش نحكي عنها كانوا يتربحوا من إصدارات الدين العام ومن شهادات الإداءة وبالتالي نحن أمام 300 مليون ضربة ثلاثة إذا بقى نرجع للتسعينات من التسعينات لليوم في مرحلة يعطيك بس نموذج كيف أنه هذه العصابة كيف يشتغلت في مرحلة بسنة 2010-11 لم يكن لبنان بحاجة لإصدارات سندات خزينة لا بالليرة ولا بالدولار وإذا بدك منرجع للمرحلة لأسبابها هذه واحدة من عدة مراحل لم يكن لبنان بحاجة لإصدارات أوراق مالية دائن سيادي أو شهادات إداء من البنك المركز وبالتالي كان ضلت استمرت هذه الإصدارات وفيه سؤال كبير اليوم لماذا كانوا يعملوا اكتتابات أكتر من حاجة الدولة والجواب الأول قد يكون الوحيد أنه عملوا لعبة عمولات ما بدون إياها توقف لذا فيه سؤال كبير اليوم وهذه بدأ تدقيق جنائي هل لبنان كان بحاجة لـ 100 مليار دولار دين أنا بقول لا المؤشرات الأولية لا ولكن كان فيه مجموعة منتفعين من تكبير هذا الدين حتى يأخذوا عمولات بلشت القصة مع فوري حتكمل على وشركة تالت أتحفظ على ذكر اسمها ولكن يكونوا متورطين بهذا الملف بفوري ما بعرف إذا فيه سياسيين أو بأوبتوموم بس ولكن خلينا ضل واضحة بالنسبة إلنا إنه عصابة وحدة البنكرجية مع عصابة الحكم اللي تبادلوا المنافع على مدى كل هالثلاثين سنة إذا ما ورد اسم سياسي بفوري سيرد حكما بما يجب أن يكون من تدقيق جنائي في حسابات مصر في لبنان وحسابات 14 بنك وفقا لطلب صندوق النقد الدولي فيه قروض كتير فاسدة وبلشت تطلع بعض الأسماء قروض كانت تمنح وعلى علم إنه هذه تمنح بشكل غير ما فيها ضمانات كافية وثم تتعثر وتشتب وهذه فيها مئات الملايين استفادوا منها سياسيين ومحاسيف عليهم إلى ذلك هناك عدد كان فيه دعم يعني مصر في لبنان تولى عملية دعم قروض بالإسكان بالتكنولوجيا بالاقتصاد الرقمي بالشركات الناشئة تولى دعم طبعا هذه مش شغلته ولكن توليها وفيه صندوق أسود كبير من استفادها من هذه القروض المدعومة سمعنا مثلا أنه نجيب مئات استفاد من قروض سكنية وحتسمع كتير أسماء بالإعلام بالتكنولوجيا بالسكن بغير قروض مدعومة من مصر في لبنان استفاد منها سياسيين وأزلام سياسيين إذن اليوم نحنا ما نسمعه مجرد رأس جبل الجليد اللي هنقول أنه فيه شركات أخرى سنسمع هنا قريبا بوقت أو بالمقابل رياض سلامي مبارح مثل أمام القضاء اللبناني بقصر العدل بخصوص مذكرة التوقيف الإلمانية وكمان صدر قرار منع سفر ثانا وطلب استرداد الملف من الجهات الإلمانية هل ستنجح أولك السلطات اللبنانية بحماية رياض سلامي؟ شوف مثل ما قلنا من شوي نحنا أمام مفترة إما من روح على حد أدنى من الانضباط والمسائلة كما وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي إما هذه الطبقة السياسية تتفلت من هذا الاتفاق وبتروح على مثل ما قلنا شوي على حكم العصابات بشكل مباشر ومفتوح بحكم العصابات إيه؟ ما بيتتم حماية رياض سلامي وما عندهم أدنى مشكلة أما إذا كان الخيار كما تريد يريد المجتمع الدولي انضباع لبنان تحت اتفاق صندوق النقد هناك حد أدنى من المسائلة ولا أعتقد أن رياض سلامي سيكون محمية طويلة مش بس رياض سلامي أطراف أخرى في المنظومة قد لا تكون محمية أو قد لا تكون مطمئنة وهون نجي على سيرة حزب الله حزب الله اليوم يعني وقت لي بيقولوا أنه هو قلب المنظومة أنا أقول هو رعيها وهو يتمسك فيها وبدعفها وبتحالفاتها أنه هو بيعرفهم بيعرف بره بيعرف رنجيه بيعرف سعر الحلالي بيعرف ولي الجنولات بيعرفهم اليوم أي إصلاح حقيقي جديد بيطلب وجود رئيس إصلاحي حقيقي ورئيس حكومة إصلاحي حقيقي وحاكم برنج مركزي إصلاحي حقيقي ستختلف اللعبة فيما خاص حزب الله لأنه هيكون على تماث أو على تعاطي مع أشخاص ما بيعرفهم وهون هو عدو ما يجهل حزب الله هو دائما عدو ما يجهل اليوم في 17 دولة عم يحكى أنه 17 دولة أوروبية ممكن تتجه للإدعاء على رياض سلامي ممكن هنالك ملفات أخرى وتكون شائكة ومعقدة وفاضحة أكتر 17 دولة بلغوا السلطات اللبنانية أنه في عندهم أموال وأصول لرياض سلامي فيهم دول إفريقية حتى فردتلي هو موزع هالأموال بعدد من الدول تبين منهم إلى اليوم 17 دولة فيها أصول وأموال بمجرد صدور مذكرات التوقيف الدولية هذه الدول ستخاطب الدولة اللبنانية شو نعمل بهذه الأصول والأموال لأنه هذا الشخص من يملك هذه الأصول هو مطارد دوليا فعم يسألوا السلطات اللبنانية يعني مثلا هونجاريا بعتقدت طلبت أنه تم اكتشاف حساب بمليون يورو عم تسأل السلطات اللبنانية شو نعمل بهذا الحساب طالما صاحبه مطارد دوليا هل عندكم نحولكم إيه على لبنان أو أنتم نحطوا بالتصرف إلى آخر فبالتالي اليوم رياض سلامي أصبح معزولا تماما عن ثروته في الخارج اللهم إلا الثروات اللي حطتها بأسماء أخرى وليكن عم نحكي نحن بالمباشر ما لا يملكه هو بالمباشر إضافة لخيه ولا مريان لحويك ولا صديقته الأوكرانية أنا كوزاكوفا ولا ابنه ولا ابن أخته مروان عيسى الخولي فيه كم شخص أصبحت ملكياتهم تحت المجهر طبعا بالنسبة للرياض يستحيل تحريكها وبالنسبة للآخرين هناك صعوبة كبيرة أنهم يحركوها فبالتالي كل هذه ونحن مش عم نحكي عن 300 مليون بس هنحكي عن أرقام مضاعفة قريبا جدا طب اليوم يعني فيه سؤال يسأل والمحد عم يسألو يمكن هالمصاري مش من حق لبنان أو هل 300 مليون دولار هون ومليون دولار هونيك وهدي المبالغ الطائلة اللي عم نحكي ممكن قد تلامس أو تضاهل المليار دولار هدي المصاري مش من حق لبنان أو إلو لبنان حق يسترجعها وهل سيتسترجعها أو لا نعم السلطات الفرنسية أو القضاء الفرنسي ساعد لبنان بتعيين محاميين اثنين دافعوا عن حق لبنان بهالأصول المحجوزة وهون الفضيحة الكبرى اللي قام فيها نجيب ميقاتي عندما غير أو طلب عزل المحاميين نجيب ميقاتي تبين بعدة مراحل أنه هو حامل رياض سلامية وقت اللي قال أنه ما نغير الضباط وبعدها نرجع لحس كلامه وقال لا ممكن غيره إلى آخر ولكن بآخر جلسة لمجلس وزراء يتحمل نجيب ميقاتي مسئولية مباشرة عن عزل المحاميين اللي ديني تطوع تطوعا للدفاع عن مصالح لبنان قال بالدعاء أنه واحد يهودي طلع مش يهودي ثم بالدعاء أنه واحد صهيوني طلع ما له علاقة بالصهيونية وراء الأكمة ما وراء الأكمة هو فيه استمرار لحماية رياض سلامي والأخطر من هيك أنه هل نجيب ميقاتي بيتحمل مسئولية بضيع حقوق لبنان بمئات الملايين لمجرد أنه بدو يحمل رياض سلامي سؤال كبير سيطالب قريبا بزيارة سيقوم فيها لعاصمة أوروبية سيطالب بمسألة اللاسامية لأنه في محضر مجلس الوزراء وصل لعاصمة أوروبية وفيه كلام معادلة السامية بالنسبة لهم الكلام عن اليهودية أنه هذا مرفوض لأنه يهودي هذا معادلة السامية فيه أوانين بأوروبا تجرم ذلك ونجيب ميقاتي سوف يسأل عما إذا كان معاديا للسامية وفقا للتجريم فيه تجريم بأوروبا فيها ولازم يجاوب وفيه محضر بيفضحه وهذا بس عم نحكي بالشق يمكن السياسي لكن ما عم نحكي بعد بالشق المالي يعني مثلا خد بالهندسات المالية نجيب ميقاتي ما وارد يعني كاستفاد من الهندسات وفيه صفقة صفقة بيع حصة إرماس ببنك عودة حصل على تسهيلات من مصرف لبنان حتى استحوذ عليها وهناك كلام على أنه في تحويل من شركة آل ميقاتي إلى شركة آل سلامة بـ 14 مليون دولار يسأل عنها نجيب ميقاتي وعليه أن يبرر هذا التحويل قصد يقول لك وقت اللي بتحكي عن السياسيين إيه في أسماء بلشت تطرح فيه في أسماء سياسيين بلشت يتم تداولها بشركات بجنات ضريبية تدار من أشخاص منهم نادي سلامة أو ابن نبيل عون أو آخرين مع بنك عودة وهذه الشركات اللي في الجنات الضريبية اللي تعنى إسمياً بإدارة السراوات وفيها أسماء كتير من السياسيين ما واضح أنه العصابة استفادت من الانهيار أكثر ما استفادت من ازدهار المصارف والبنكرجية ومن خلفهم كمان كان في أرباح طائلة عم تحقق ولازالوا يحققوها لليوم؟ نعم ما ننسى عشية الأزمة كان فيه بقطاع البنوك تقريباً 7 مليارات دولار 7% من الإجمال الوداء كانت سيولة بالدولار في 7 مليار ثم حولوا مصرف لبنان 9 مليار دولار وكان فيه بالحسابات الاقتنانية هذه خارج الميزانيات كان فيه 12 مليار دولار وكان فيه بمصرف لبنان 30 مليار دولار يعني خرج من القطاع المصرفي 7 مليار ثم 12 من الحسابات الاقتنانية صاروا 19 و21 نقصوا من مصرف لبنان سواء على 9 مليارات تحولوا للبنوك أو 7.5 استفادوا منهم جماعة الدعم نحن عم نحكي عن 40 مليار دولار ما بنعرف مين استفاد منهم وعلى الأرجح استفادت منهم هالمنظومة البنكرجية على النافذين وهون بدك تدقيق جنائي لأنه عندما يقال أنه أزمتنا هي مما قبل 17-20 أنا بقولك ما حصل بعد 17-20 هو أشد إجراما مما حصل قبل 17-20 اليوم بلاشنا نحكي عن وريث أو وريث الامبراطوريات سلامي اليوم تم الاتفاق على أن يكون وسيم منصوري حاكما شيعيا لمصرف لبنان هذا الشيء بات مبتوط فيه؟ مش حاكم يعني يقوم مقام يعني مرحليا لبينما يتم تعيين حاكم بدي يعرف يمكن يدير هذه المنصة أو هذا المسرح اللي تم بنائه على مدى 30 سنة من قبل رياض سلامي هل خلف رياض سلامي عن جد راح يقدر يسيطر على كل هذه التفاصيل المجنونة والأرانب المليئة بداخل هذه المؤسسة؟ أول شيء ما فيه شيء عبقري ولا نووي اللي عام له رياض سلامي دمر البلد طير 100 مليار دولار ودائع فبالتالي يعني أأسوأ من هيك شو هيصير يعني وأنه الليرا الدولار كانت 1050 وصارت 95 ألف قصدي قول الكلام على إنه لا بديل للرياض سلامي الكلام بضحك يعني ما هو المعنى الأول بسلامة النقد الوطني، تدمر النقد الوطني بإيامه هو المعنى الأول بسلامة القطاع المصرفي، تدمر القطاع المصرفي بإيامه فأسوأ من هيك شو هيصير بعد يعني؟ فأصدي قول أي حدا بيجي عنده حد أدنى من الحوكمة وعنده حد أدنى من حس الإصلاع سيقوم بما يجب أن يقوم به حتكون في مرحلة صعبة لشك ولكن مثل أي عملية جراحية مؤلمة ثم يبدأ لبنان بالتعافي لاحقا ربا ما تستعيني ممكن الطبقة السياسية بخدمات رياض سلامة لاحقة؟ إذا رحنا على حكم العصابات كما أتوقع نعم قد يكون حاكم مصرف لبنان هو حاكم الظل يدير حاكما ماريونت أو أركوز من وراء الستارة وهذا سيناريو مطروح اليوم أنت عم تحكي بشكل كثير مكثف عن موضوع العصابات أو حكم العصابات أو يعني حرب العصابات ربا ما نشهد في الفترة المقبلة ما هي معلم هالمرحلة؟ ما ده شيء اليوم خد أعطيكنا قدة نمازج اليوم الإدارة العامة فيه إضراب شاك؟ شوي بتلاقي المطار والمرفأ والجمال كله شغال كيف؟ حدا يفسر ليها يعني فيه أنه الموظفي القطاع العام يعني يعانون معاناة شديدة من حيث انخفاض القدرة الشرائية وهبوط قيمة الرواتب لدى الدرجة يعني فعلا محزنة ولكن كل شيء شغال عمليا الجمالك شغالة، المرفأ شغال، المطار شغال، الدوائر العقارية تقريبا شغالة، النافعة رجعت تشتغل كيف؟ حاول لك، اليوم البلد قيم على عصابات بالإدارة العامة، كل المعاملات شغالة، من برشاوة من 20 دولار إلى ألافة دولارات، وما ننسى وقت اللي وليد جنبلاط حول العقارات باسم ابنه، كانت الدوائر العقارية، مسكرة، كيف قدر حولها، فبالتالي نحن اليوم بإدارة فاسدة تتحكم فيها عصابات، واللي بدك يصير، بالجمالك، بالمرفأ، بالمطار، بالعقارات، بالدوائر العقارية، والنافعة، وغير وغيره، فبالتالي هذي عصابات، بس هذي العصابات مين بيرعاها؟ بيرعوها السياسيين، هذي نموذج من النمازج للحكم العصابات اللي رايحين عليه، حكينا من شوية عن الكاش ايكونومي، اللي هو تقريبا عشرة مليارات دولار، وفي تقديرات انه نص هذا المبلغ هو عبارة عن تبييد أموال، ومش صدفة انه اليوم لم يعد لدينا من بنوك مراسلة إلا العدد القليل جدا جدا، القطاع المصرفي والمال العالمي يتجنب القطاع المصرفي والمال اللبناني الموبوء، فبالتالي نحن عايشين على يعني بعض البنوك المراسلة بإرادة أمريكية فقط، يعني يكفي، تخيل، وأنا بقول لك أنه في حصار من أمريكا، يكفي سطر واحد من الخزانة الأمريكية حتى لبنان القطاع المالي يوقع كولابس، تقول الخزانة الأمريكية لجيبي مارغان وبانك أوف أمريكا وبانك نيويورك، أنه وقفوا التعامل مع لبنان، وفي عندهم أسبابهم، الحاكم متهم بطبيع الأموال، كاش ايكونومي، مخدرات إلى آخره، القرض الحسن، هن عندهم أسبابهم، فبيكفي الخزانة تقول وقفوا التعامل مع لبنان، شو بيصير؟ بس هدا السيناريو يعني استبعد اليوم، هدا شيء عن جد ممكن تلجأ له أمريكا في حالة طرر؟ يعني هني مش حيروحوا لهدا الدرجة من الدمار، ولكن قبله حيستخدمه مثل ما قولنا شوي العصى، اللي هي عصى العقوبات، وعصى أنه المعنيين وأصحاب القرار يفهموا هدا الرسالة. طيب اليوم مع انتهاق ولا يتحكم مصر في لبنان، الجميع يسأل سعر صرف الدولار، هل نحن اليوم قادرين عن جد نسيطر على هدا الموضوع؟ قادرين عن جد أنه يظل سعر صرف الدولار ثابت مثل ما هو اليوم؟ أول شيء حصل الدولارة كبيرة بالاقتصاد، اليوم إذا تتذكر من شهرين ثلاثة، اللي معه دولار كان يحمل شقفة مية، اليوم عم يحمل خمس دولارات وعشر دولارات وعشرين دولار، هدا جديد دخل على المشهر، هدا بيعني أنه مزيد من الدولارة حتى بالفئات الصغيرة من عملة الدولار، هدا خفف طلبك على الليرة عملية، ما عاش تحمل الليرة كتير، هدا جانب بيأثر على شبه الاستقرار النقدي الموجود. اثنان، الكتلة النقضية الموجودة بالليرة اليوم كلها على بعضها تكاد لا تساوي بقيمتها بالدولار سبعمائة مليون دولار، قياسا بيعشية الأزمة كانت الكتلة النقضية بالليرة تساوي خمس مليارات دولار، فبالتالي هبطت القيمة العملة المتداولة الوطنية من خمس مليار دولار إلى تقريبا سبعمائة مليون، صار يسهل على مصرف لبنان أنه يجففها باللحظة المناسبة حفاظها، على استقرار النسبة الموجودة حاليا. بالتالي في جملة عوامل طبعا وكمان ما ننسى أنه عنده أداة المنصة اللي هو حاله تقريبا مع شخص أو شخصين بيعرفوا أسرارها. يعني أنه الأرقام المتداولة على المنصة غير صحيحة قد تكون أقل من ذلك بكثير ولكن هو يستخدم هذه السرية أو هذه الأرقام اللي هو بيعرف كيف يجيرها لا يعطي إشارة للسوق أنه لديه ما يكفي من الدولارات للضخ على المنصة وتلبية السوق بحيث أنه ما حدا يضارب على الليرة. بكل الأحوال ما بدنا نشكره لازم نظل نتذكر أنه الليرة خسرت على أيامه 96% الليرة مش بخير أيضا. أكيد كما هو مش بخير يعني. المتعصب لزعيمه إذا استمر هذا المواطن والنافب بيتمسك بطائفته بيزعيمه على الطريقة اللي هو فيها يتوقع أنه راحين نحن على حكم العصابات وكل واحد يدبر حاله. أما إذا كان في حد أدنى من الوعي عند اللبنانيين أنا بنصحهم أنه يروحوا يقرأوا اتفاق صندوق النقد الدولة. الوحيد القادر على أنه يهز عروش في هذه المنظومة هو الاتفاق مع صندوق النقد. خلاف ذلك بنرجع من الأول راحين على حكم العصابات. الصحفي والكاتب الاقتصادي مونير يونس شكراً لوجودك معي اليوم. شكراً. مشاهدي سبوت شوت هايك منكن وصلنا لختام هذه الحلقة بتشكركم على حسن المتابعة وعلى اللقاء. اشتركوا في القناة